أولو بالبرلمان قيل هاي الكلمة كانت لا تعاقبت أكثر من أبو لاب أنا لم أسمع كثيرا من الحديث التي تكلمت بيه أستاذ نجم هاي سبعتي هاي شبعتي هاي شفتي أنا لا أسوق النموذج السيئ في البرلمان الأوروبي الضارباو وفي البرلمان التركي الضارباو أنا لا قلت بلا بس أكمل فكرتي بس أكمل فكرتي هذا غير صحيح نحن نحاجة بسادة إلى سيدات واحد بالبرلمان يتلفظ بكلمة تطلع إلى العراقيين من الصعوبة أن تقال أمام سيدة هذا تصرف ينمع أنا أيضا لا أدافع عن هذا المفهوم لا لا ولذلك هذا المفهوم نحن يهمنا البرلمان العراقي ويهمنا هيبة البرلمان العراقي وريد نرفع رأسنا بالبرلمان العراقي لكن عندما تصل الأمور في البرلمان العراقي أن يهين نفسه وأعضاءه ويشتم بعضهم البعض بئس الاسم الفسوك راجعوا أنفسكم مو؟ سيدة فيان أنا قلت بأنه أنا قلت في داخل مجلس مجلس النواب العراقي قد تكون هناك بعض الأحيان تشنج سراع لكن في النهاية مفترض أنه الأحزاب السياسية جميعاً في داخل مجلس النواب العراقي بالتأكيد نحن نفكر بالمصلحة العامة والله يا سيدة فيان قبل أن أختم أنا أؤيد أن تكون هناك هيبة أيضاً لمجلس النواب العراقي ولكن في التأكيد نحن أيضاً جزء من هذا الواقع السياسي الموجود وجزء من الشعب العراقي وبالتأكيد يعني الجميع الجميع اليوم في داخل مجلس النواب العراقي عليها أن يفكر بالمصلحة العامة ست فيان أردقتم قد تتعارض المصالح قد تتعارض التوجهات وأعتقد هذا اللقاء أنا لم أسمع كثيراً من الحديث التي تكلمت بي أستاذ نجم أنا أعتذر سمعته واية لكن لو أنا على الهواء أو لو بالبرلمان قائل هذه الكلمة كانت تتعاقبة أكثر من أبو لاب هاي سمعتها مو عموماً رئيسة كتلة الاتحاد رئيسة حزب الديمقراطي رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي هاي سمعتها هاي سمعتها هاي سمعتها شفتي تحياتي وتقديري واحترامي للسيدة أنا بيفيان صبري اشتركوا في القناة